اشتركوا في القناة يساعد الاب ديالو في المهنة ديالو الا ان حاليا هناك موضوع فيه تصدع شيئا ما في العائلة الموضوع يتعلق بالاخت ديالو رشيدة الاخت ديالو رشيدة فاقدة الاهلية في لحظة من اللحظات تجيب ليهم دري تزاد وهم لي مكبرين وبقي صغير ولكن لي عندها مرض نفسي كتمشي من الدار سنين طوال كتعود ترجع في الاخير كيكتشف بان عن دار بعديل الولاد ولكن فينا هم الاباء ديالو لما صير ديالو تبعوا معي ميلود انت كتتن بالام وعندك واحد القناة وعدد كبير من المغاربة تبعي القصة ديالو في اللحظة من اللحظات كتستهضم بالواقع دي الخد كرشيدة مسكينة اللي عندها مرض نفسي اخر اللي قاعد ديالك مع الطبيب مشيت عندو كتبحت انتم عارفين عندها ولد خديته من عندها اكتشفتوا بلكن الربعة اخرين فينا هم الله اعلم كيف عش السلام عليكم اخوتي كديرين بي خير هانين شكرا لكم كامل للناس المغرب لخارج المغرب وشكرا لك انت اخويا يوسف اللي كبرتي بينه وعودتي رجعتي عندي المرة التانية شكرا لك بزاف واما في الموضوع ديال الاخت ديالي الاخت ديالي رأى كل شي كيعرف بانها مرضة مرض نفسي يعني مشينا وقلبنا الحمد لله ولقيناها ولقيناها وديناها حتى ولدات لقيناها حاملة وديناها حتى ولدات وخرج لنا الدكتور بصريح اخر بانها ديالي ربعات العمليات اخويا يوسف ويعني ربعات الولدات وهذا اللي عندي انا هو الخامس يعني اخويا يوسف هذا جتو اما الولدات الخرينة يوسف العالم بيوم الله وصولتها ما هي مرة ما هي جوج وكتقول لي ما عرفتش ما عرفتش فينا هما يعني اخويا علش خرجت انا اوتاني باش نخرج باش نيوقف هاتش اللي انا رك عارف الولدات يقدروا يطلقها مع بعضياتهم وقدروا يتجوج مع بعضياتهم يعني اخويا غير رجعوا لحد الايام اللي ما كناش كنت تتحضروها ودبا اخويا جتها وضيفتها في دار وليدها ويعني فرحنا كاملين والواليد فرح ومهمتي فرحات وبالله الحمد لله غتبقى معانا وغترجع العقل وتكبر وليدها ما عرفتش الخير فين كين يرجعوا له الوليد هذا في ديك الايامات اللي ضعت لها ولكن الخويا يوسف رك عارف دار دك شي مسكينة مشي من الخاطر عاو تاني ضربت معي الشهر ديالليام وعاو تاني زادت حربت ومشعت وخلت لي الوليد صغير ورف الدار ما بالنسبة لها هي الله يجيب لها الشي فمن عند الله وهي تايا ما كرهتش مسكينة وتآنا نكدب عليك ما بغيش تبقى تضيع فراسة تضيع في ديك الوليدات يعني يخصنا إلا ما خرج شي أخر من غيري يعني يخصنا خرج ضروري باش نساعد على وقعش فاش نساعد نساعد على هاد الشي هادة يعني اللي كي وقع لها مسكينة انتو ما ما حاولتوش في الظرفية الأولى من يجبتوها هنا وحسيتوا بابا أنه تقدروا تخرج من الضار ما حاولتوش تبحتو لجمعيات متخصصة في هذا المجال تنسقو مع السلطة الماحلية يكون مثلا في هذا المنطقة يكون القيد القيد يكون تبع لجمعيات المتخصة أنه يتم احتضان ديالها وتبعوها في الطرف تطبيب النفسي وما حاولتوش تديروها مهم أخويا يوسف كيف قلتلك مني جاتت عندي الدار يعني كانت داحك لعب تملك وشتيجة الوليدة كتبديلها لا يعني لقينا منا مساعدات كثيرة ولا تبديل ولدها قلنا صافي الحمد لله أنا عمرين مشكيت فراثي بأن راشي داختي غا تعود تخرج المرة خرعة أو تاني وبالنسبة للسلطات أخويا أنا رقمت بالواجب لأن انضروري خصدي اللي يعاوني في هذا الشي وما نقدر على هذا الشي بوحدي درت شكاية الوكيل الماليك ونائبة الوكيل الله يرحم لها باللازم ودرت لغسو الدار والآن ما كنت نتيجة بقى هي هاربة وبقى ملقوش على القبض وانا تدريب ما زال عندي خوي أخويا أنا غير رجع معك شوية اللور في الوقت اللي انتو ما جبتوها للدار هنا قلت بأن هو كتعيش معكم حياة عادية ولا تكتعود لأم كتساعد لأم ديالها هنا كيف كتشوف أنه بقى مريض وش حسيتي بأن وصحات شوية وكيف نوع التأتينات النفسية اللي عندها تشخيص المرض ديالها كيف شفتي انت تشخيص المرض ديالها أخويا يوسف لأن نهضر بالدريجة هي ما كتبغيش تبقى في الدار بصفة عامة هي صافية خاصة تبقى تخرج الدخول يعني استقدر موش يعني ذاك الهيبة الدار أنا أقسم لك بلا حيث لها من الميكة جديدة وما بغتش وخادت حاجة كمانطة اللي هي ما فهم يعني فهم أنت يوسف أخويا يعني هي بغت تعيش الحياة ديالها كما هي بغت هذا ما قلت لي ما زال ما مجاو تنش على التأثيرات النفسية من إنسان فاقيد الأهلية لا يدرك شيئا تقدر تدير أي حاجة ما تعرفش هذي من هذي ما تعرفش نية الطابلة ما تعرفش الموعد المثالان ما تعرفت حاجة لكي نستطع الأمور هذي السيدة كيف تعيش معكم إذا كانت بها الطريقة رأول هذي تريد تخرج ولكن السبب السبب كيف تعيش يعني السيدة وش كتميز وش العقل ديلا سليم من ناحية الطياب ممتافق مك أما من ناحية الطياب ممتافق يعني ما تركيش في الطياب مسكين تقدر تحرق وتقدر ما عندهش مسكين دماغ اللغة تقدر ما تدير العطر يلا والود جي تحط لك يعني ما ممتافق ممتافق من ناحية تركيز يوسف ويا ممتافق معمركم حاولتوا تشوفوا شي طبيب وتخصيص يقدر يشخص لكم المعرض ديلا بالضبط اه مشا الواليد ديالي مسكين وداها عند طبيب نفسي ودوز لها ودار لها الشبكة ديال الراس ولقوا عند اخوي يوسف تخطيط ديال الراس ما بقيتش يعني خرج لها طريط ديال دماغ شريه لها بحل اللي تزاد راس هسخن عليها أو تاني يعني ولا تقدر شي حويج بدون ارادة صافي الحل الواحد اللي كان بالها وهو خروج من الدار صافي واخ او 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 صافي وخرجت من الدار اخوي يوسف صافي تجد من الدار ما بقيتنا اسمعني على الأخبار اليوم اليوم نتلقى خرجت مدة طويلة لقيتوها يطلق لك شخص في المدينة ايضا كان ديك الساعة لقيتو عند الولد الولد ايضا لقيتو عند الولد الولد من بعد من يمشي معاها عن الطبيب كدتقولون بأن والدة عندنا ربعة فينا موضوك ربعة ما كينين شكيف عمرنا شنية 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 عمرنا ما شنية والدة ثلاثة ولا اربعة شنية جبت حاملة صباح حاملة بعد بغت تولد داعة للطبيب ولدت في ميريزقو سيدي بعد ولدت ابقى عليها حادر معا اللي احتجابها وبعد جاب سيدي انفرحنا وكل شي وقلنا ليا قابل امك وقابل وليدك ونعلي الشيطان وحيدي القار تكمي قدامي حيدي الحرام بغت ضربني الله نسكب عليك تضربني بالله لماذا حرام انا بغت وليس كون اتفكي من هذا ساعتي بغت قدام لك تملح شي شفر مقد قدير لها يلا لا عقل ما كيش ودرت لها شبكة ديال راس ودرت لها في زيت ديال دات ووالو خرج طبيب الدوا شريته لها وتبعناه لها ووالو بحلي كبيتي ما في الرملة اللي فيها فيها تز راسع وتز فيها المشكلة لها دكرة بعد ديال دار فينا ما لما اعطاتهم ما عشنا بعينينا ما قد دين كذبوا الله ماذا قال لكم الطبيب ماذا قال لكم الدري اللي قال طبيب هقال لي وها قال لي وما ناودي ما حضر مع واخته وغا شلي كين وغا ده ما ما عرفتي هش فين كين و كي يقول الناس راه في مدينك باب مراكش مو يمشي الدري يقلب عليها و القاهرة غا دي يدوي معا ما مالقاه شير يجي في حاله مو تشلي كين وقه دري خلاته نايق وبرك معنا نايق وعات ما فين نخرج دري نتان نخرج بيضات وات هز راس وقال يقول علي الدري سبب في عين شق بيتك وفي ناي عين شق في ناي لجي يلا 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 كتقلس مع الواليد كتحس شوية كتميز في الهضراء كتفهم هادي من هادي ولا مسكين ها ما 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 يفرج عليكم يا ربي مشاهدي الكرام مش مع من نقط أخرى غين شوفها محا ميلود ميلود عادي تحاول لي على الطبيب واش الطبيب قال لك بأنه أربعة الوليدات مأكد وعندو الميل فات تزاد صبي طالح عندهم آه أخويا مني خرجنا بغيت نخرج الوليد حيث قالوا لي ضروري يجب أن تدير التزام بأننا نعرف الوليد عندك وقدرت أخويا يوسف راوى قدامك بأن أختي مريضة مرض نفسي ما تقدرش إلى التربيع وانا اللي غن ندير دارهم ودار والدها ونحصدنا ونقوم لها بالواجب دياله كاملين يعني ما نفرط فيها تشي حاجة ما نخصر لها تشي حاجة لماذا يسنع لذلك الربعة الذين يخرجوا لا مني عارفوني أنا ديكسة أخوها بدأوا يديروا معي شي إجراءات ما عمرني سمعتهم ومني كانت هي كانت تدخلك بلالا كارت بلالا ناسيونال بلدت شي حاجة كانت تولد وتخرج أنا تمان تمان السيكيريتي كي عارفوها أخوي يوسف تمان السيكيريتي قالوا لنا ما حمال مرة كتجي هنا حاملة مني قلت السيكيريتي يقول للك وطبيبي يقول للك يعني أنا ما كينش في النقاش يعني أنا شيرة صح يعني أنا قدرنا مش عندهم نقول لهم هاي اسمية دي الختي يلو بيض راشيدة ورونيش حاملة مرة دخلت عندكم ما سولتهم مش تما أنه شي مرة مات هالولدت وخلت لهم تدري ومشات لا كتدي معها يوسف أخوها كتهزوا معها كي تدو وسط من وراء العملية ثلث أيام مني كتبغي تخرج كتطالب هي بولدها بعد مرات ما كيحطوش لها في الكونة أحدها هي كتخرج وكتطالب وكتدير لهم الغوت وصداع وكتأخذ البيبي دي لها وكتديه إن فاكتخرج من الباب دي السبيطة مني كتوصل لمدينة ما كيبقاش تربية في ديها فين كيمشي الله أعلم واش هي عدة شين وامر ديرش وحدين كيتاصلوا بها مني كتكون حاملة كيبقوا يحظروفها بالفلوس وكيبقوا يتسنى واتت تولد وكتعطيهم البيبي ولا كتلوحوا ولا ما عرفتش أخويا أنا ما خليت مدرت معا حضرتها بالفلوس أعطيتهم لها قلت له هاك يا أختي رشيدة وقلوا لي يا ذاك الولدات فين كينين هل غادي نلاقي وشيوم عاشي وغادي نكري لك بيت وغا نجمعكم كاملين إذا ما قلت نحضر فعل والو هالو أخويا يوسف ما أعطيتك ترس ذيال الخيط قلت لي ما عارفهاش وما عرفتهمش فين كينين أنا منك نولدهم كان أعطيهم صغار ترابيات ما كان عرفهمش يعني ما ما نقدرش الليف الرجال لك يا ربي الوليد الليف الرجال لك يا ربي مشاهدين الكرام كما تبعتوا معنا قصة صعبة بشكل كبير ولكن الأبعاد ديالها من الضروري أن نتنول الموضوع هنا كنوجه النداء بشكل كبير للقائدات المنطقة من أجل بحث في الموضوع أكتر لتيبية الحقيقة يلقدروا كيفاش يتوصلوا للأخت دياله بطبيعة الحال ويبحتوا معها ما أمكن بالتعليمات النياب العامة حتى لا نقع في أمور أخرى مشاهدين الكرام ميلود كيد يرجع دياله مع والدي ولكن الظروف ديال الأخت الإشكال الكبير هو أربعة ديال الوليدات اللي تزادوا مش كونا وابهم فينا هما هذا هو جوهر الموضوع مشاهدين الكرام نحن نتتبع لدي ملف وسوف نوافكم دائما بالجديد سوف نوضع رقم الهاتف ديال ميلود من أجل التواصل معه بطبيعة الحال لكل من له صلة واللي عندهم علومات اللي يقدروا يفيد بها باش يوصلوا والخطورة الشيدة ويشوفوا مع هذا الإطار القانوني الشيق الأول أنه هي بطبيعة الحال الدواء والمسألة الثانية فينا موهد الوليدات مشاهدين الكرام التعليق المواطن شكرا لكم موسيقى 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 موسيقى